السلام عليكم أصدقاء الأعزاء الذين تتابعون ما أنشره على اليوتيوب وأهلا بكم في موضوع له علاقة بفنون التجارة هذه هي قصة مندوب المبيعات الذي خدع أكبر الشركات العالمية وحقق مبالغ طائلة ولا زالت أساليبه قيد الدراسة في كليات الأعمال حتى اليوم تابعوا بعد الفاصل روبرت تايلور من مواليد 1935 حاصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة ستنفورد وكان يعمل في شركة التجميل الشهيرة جونسون آند جونسون في 1964 استقال روبرت تايلور من عمله في شركة مستحضرات التجميل ليؤسس شركته الخاصة التي أطلق عليها اسم ميني تونكا كوبوريشن لصناعة الصابون ومستحضرات التجميل من خلال أمواله الخاصة التي لم تتجاوز حينها 3000 دولار في العام 1977 لاحظ تايلور معاناة المستهلكين الأمريكان من الفوضى التي يسببها الصابون العادي في الحمامات ومن هنا خطرت له أفكار صناعة صابون سائل في هذه الأثناء كان الصابون السائل موجودا بالفعل لكن بلا انتشار واسع لأن له استخدامات أخرى غير غسيل الأيدي اكتشف تايلور تركيبة جديدة وخاصة من الصابون السائل الذي أطلق عليه اسم الصابون الناعم وقررت عبئته في زجاجات صغيرة بها مضخات لطرحها على نطاق ضيق في السوق المحلي وقياس رد فعل المستهلكين ولحسن حظه كانت النتائج أكثر من رائعة واختفى الصابون من على رفوف المتاجر في فترة قصيرة في نهاية 1979 أصبح تايلور مستعدا لطرح صابونة السائل في كامل الولايات المتحدة ولكنه كان خائفا من قيام الشركات الكبرى في السوق مثل جونسون آند جونسون وبروكتر آند جامبل بتقليد صابونة وسرقة فرصته الجديدة التي صنعها بنفسه مستعينة في ذلك بإمكاناتها الإنتاجية والتسويقية وفي ضوء عدم وضوح مستقبل الصابون السائل كان من المنطقي بالنسبة للشركات الكبرى توفير أموالها بمراقبة رد فعل السوق تجاه منتج تايلور الذي لا يوجد به جديد سوى أنه معبأ في زجاجة بها مضخة وتدعو له بالفشل حيث إن نجاحه سيكون على حساب مبيعات الصابون الصلب الذي يسيطرون عليه كانت هذه الشركات تترقب نجاح تايلور لتدخل صابونها أيضا بشكل سريع وتحصل على حصة كبيرة وذلك لقدرتها العالية في الإنتاج والتوزيع عام 1980 نزل منتج تايلور في كامل الولايات المتحدة وحقق مبيعات تجاوزت 39 مليون دولار في العام الأول فبدأت الشركات مسرعة لدخول الميدان ومزاحمة تايلور ولكن واجهتهم مفاجأة كبيرة لا توجد مضخات في السوق قبل أن يطرح بضاعته في السوق ذهب تايلور إلى الشركتين الوحيدتين في الولايات المتحدة التي تصنعان المضخات التي توضع على زجاجات الصابون واشترى منهما كامل إنتاجهما لمدة عامين مقبلين ودفع لهما 12 مليون دولار مقابل 100 مليون مضخة وقام بإطلاق حملة إعلانية بقيمة 8 ملايين دولار كان هدف تايلور هو تعطيل دخول المنافسين للسوق حتى يثبت نفسه خاصة أن شركته جديدة وغير معروفة في أول عامين سيطر تايلور وحده تقريبا على مبيعات الصابون السائل في الولايات المتحدة مما ساهم في ارتفاع إيرادات الشركة لتصل إلى 96 مليون دولار في العام الثاني عام 1987 باعت الشركة حقوق بعض منتجاتها لشركة كولكيت ب61 مليون دولار وبعدها بعامين تم بيع كامل الشركة اليونليفير بأكثر من 376 مليون دولار إلى يومنا هذا يتم تعليم خطة تايلور الذكية في الكثير من كليات إدارة الأعمال حول العالم بأتبارها واحدة من أحسن الخطط التجارية في القرن الماضي شكرا لإصغائكم أرجو منكم دعم القناة بالتفاعل والاشتراك ومشاركة الفيديوات تحياتي لكم